العرب والأوروبيون يظهرون تكاتفا غير مسبوق ويتحدثون بنبرة مشتركة في مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي وهذا بحد ذاته مؤشر إلى أن إسرائيل في مأزق خلقته لنفسها بنفسها الزيادة في الثقة بقدرة القوة على فعل كل شيء تنقلب الآن مثل ما ينقلب السحر على الساحر وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن قالوا في بيان مشترك أن هذه الدول إلى جانب أغلب الدول الأوروبية تعارض خطط إسرائيل لضم أراضي من الضفة الغربية ثم قالوا بوضوح لا يقبل اللبس أنهم لن يعترفوا بأي تغييرات في حدود عام 67 لا يوافق عليها طرف صرع وأن أي تغييرات قد يكون لها عواقب على العلاقات مع إسرائيل تسع دول عربية في إطار لجنة مبادرة السلام العربية هي الإمارات والأردن ومصر والسعودية والمغرب وتونس وعمان والكويت وفلسطين دعت المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير واضحة لمنع تنفيذ الخطة الإسرائيلية وعقب اجتماع قاده الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكدت هذه الدول على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من عام 67 على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية خلف هذه المواقف المتناغمة عادت خطوط الاتصالات لتستكشف فرص استئناف المفاوضات ويشارك مسؤولون من فرنسا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا وروسيا والصين في هذه الاتصالات لعلها تسمح بالخروج من دائرة المغلقة القائمة الآن حيث تعجز إسرائيل عن المضي قدما بمخطط الضم بينما لا توجد ألية محددة لاستئناف المفاوضات وبينما تتمسك الحكومة الإسرائيلية بصقة ترامب باعتبارها الإطار المناسب للتفاوض يتمسك الفلسطينيون بمبادرة السلام العربية والمجيعيات الدولية ويرفضون أن تعود الولايات المتحدة لتكون راعي المفاوضات الوحيد وقد لا يتوفر مخرج عاجل من المأزق إلا أن سحر القوة بكل ما ترافق معه من غطرسه ينقلب الآن على الساحر فمخطط الضم قد لا يتوقف على العقوبات غير مسبوقة ضد إسرائيل بل قد يمتد الاعتراف أوروبي شامل بدولة فلسطين وهو أمر تتوفر له أسس وتدافع عنه دعوات ويبدو في عين الكثير من كبار المسؤولين الأوروبيين ردا طبيعيا على سياسات تهدد السلام وتتنمر على الجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر